أهلا بكم في فيديو جديد يريد لايك للفيديو وتفعيل الجرس علشان نكون على تواصل أعلنت الفنانة سابرين إصابتها بفيروس كورونا وطالبت متابعيها بالدعاء لله كي يشفيها ويعافيها من الفيروس وكتبت سابرين نبأ إصابتها عبر حسابها الشخصي قائلة الحمد لله إيجابي كورونا دعوتكم ويعد آخر ظهور لسابرين خلال فعليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي منذ عدة أيام قليلة حيث تألقت خلاله بفستان أسود اللون ولم يتبين بعد إصابة أي شخص بعد حضوره المهرجان سواها وأصيبت الفنانة سابرين بالفيروس مع سلاسة من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته وكانت البداية مع زوجة شقيقها ثم شقيقها لتصل بعد ذلك إلى سابرين وزوجها يذكر أن الفنانة سابرين حكت مؤخرا عن معاناتها مع زوجها في البيت بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك قائلة كنت هتطلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة ترجمة نانسي قنقر